مخلب وسيف وقصف ضرب وانتهاك لسيادة تحت دريعة هجوب على المعارضين هكذا كان ويكون الوصف في الاعتداء على سيادة العراق وهذا لسان العراقي الذي مع كل فصل جديد من فصوله السياسية في البلاد يتطلع لوقف مسلسل التحدي على سيادته وأرضه وشعبه عملية جديدة لتركيا تحت مسمى المخلب السيف بحسبها فهي عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني الذريعة التي تشاركها بها إيران وفعلتها قبل أيام بقصف صاروخي ومسير على أراضي إقليم كردستان لمقرة معارضية النظام الإيراني طهران كذلك توعدت بلغة التهديد المباشر وعلى لسان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني باجتياح العراق والهجوم على ما أسماها الجماعة الكردية المعارضة لطهران وفق لوكانات أجنبية تهديد بلغة الاجتياح البري يعني بحسب عسكريين الدخول في احتداء الأمني غير مسبوق يرتقي إلى مستوى الدخول في حرب مع العراق فيما تهدف طهران إلى تصفية الحساب مع معارضها داخل أرض العراق كما تقول وهو الذي يعيد سيناريو الدم والتخريب والفوضى في حال لم ترد بغداد على مطالب إيران تحدي خطير يسجل في صفحة الحكومة الجديدة قصفا آخر لسيادة البلد وتأثيرا على مستوى الفائدة المرجوة من العلاقة الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة وطهران حكومة الإقليم نفت من جهتها اتهامات إيران الموجهة إليها حول تهريب أسلحة للداخل الإيراني وهو ما يكرر الأحداث الأمنية السابقة من عدم اكتلاة طهران أو أنقرة لردود بغداد وأربيل الرسمية على الانتهاكة الأمنية المستمرة دون اعتبار لمواثيق الأمم المتحدة باحترام سيادة العراق وهي المواثيق ذاتها التي تتذرع بها الدول المعتدية في كل عملية عسكرية أو تهديد جوي أو بري